ماذا تفعل هذه اللجان؟ اللجان المجلس يعني في المعتاد كان التركيز بتكون على أنشطة بتتم ندوات محاضرات مؤتمرات لكن الحقيقة أن الصورة الآن بتختلف لأنه في ظل الضرورة الملحة لأن تأتي اللجان برؤية واضحة كلهم في اختصاصه طلب من اللجان الآن أن تعد أوراق سياسات يعني ليس الأمر الآن قاصر على أن اللجان على فكرة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات مهمة جدا ولها دور في نشر الوعي وفي تنمية المدارك وفكرة الوعي الثقافي مهمة جدا لكن ناتج اللجان نفسه ما أنا بقول لحضرتك إحنا لسه في بداية إعادة الهيكلة لأنه الحقيقة أنه ظروف الكورونا لم تسمح الحقيقة للجان أن تعمل بالصورة الحقيقة هي اللجان لم تقصر لكن إحنا زي ما بقول لحضرتك في نهاية الدورة متوقعين ورقتين السياسات من كل لجنة كل لجنة في إطار تخصصها هي الأقدر على وضع رؤية وتصور ليس لشيء آني إحنا بنطلب أن تكون لكل لجنة رؤية واضحة عن قضية أو شأن ثقافية تعلق بخصوصية عمل اللجنة فلجنة الإعلام هي أقدر من غيرها على طرح رؤى ومقترحات وتوصيات تتعلق بالجانب الإعلامي هذه التوصيات أين تذهب؟ تذهب هذه التوصيات ترفع للأمانة العامة ترفع لسيدة الوزيرة وبدورها بيتم التواصل مع إذا كان الأمر يتعلق بالتعاون مع وزارات أخرى أو إذا كان الأمر يتعلق بالقطاعات والهيئات داخل الوزارة ده بيكون أسهل لكن الأمر في النهاية بيرفع ومفترض أنه سيكون فيه تواصل مع الجهات الأخرى لأنه إحنا إلى الآن لم نتلقى أوراق السياسات التي يتحدث عنها هذا هو الدور أوراق السياسات دكتور هشام يعني طبعا يعني أنا الحقيقة التي أنا بتحدث إلى الجمهور العام بقوله أن في المجلس الأعلى المجلس الأعلى للثقافة به عدد من اللجان كل لجنة منهم بها عدد كبير من الخبراء بيصدروا قرارات هذه القرارات تذهب إلى وزير الثقافة الأوضم الحقيقة بيصدروا توصيات أو توصيات أو مقترحات أنا مهمة أوي أن نحن نوضح جزئية هي توصيات هي توصيات أنا هنا الحقيقة أريد أن أسأل مدى إلزام هذه التوصيات للقائمة على شؤون الثقافة في مصر يعني اللجنة هتشتغل كويس جدا في اتجاه ما هتصدر توصيات هذه التوصيات سترفع إلى المسؤول الأول عن الثقافة في مصر وهو وزير الثقافة مدى إلزامها إذا كانت اللجنة قد أتت بتوصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ وفي الصالح العام يقينا لن تتوقف عند الوزير المختص لأنه زي ما بقول لحضرتك في بعض الأمور تتعلق بالتعاون مع جهات وهيئات أخرى يعني إحنا طبيعة العمل الثقافي الحقيقة غير قاصرة على وزارة الثقافة أو القطاعات والهيئات التابعة لها إحنا يقينا بنتداخل مع العمل الإعلامي سواء كمجلس أعلى الإعلام بنتقاطع ونتداخل مع وزارة الشباب يقينا هناك تعاون وتنصيق مع وزارة التربية والتعليم هناك تعاون مع وزارة التعليم العالي مع الأوقاف مع الأزهر مع الكنيسة ولأنه كما ذكرت لحضرتك في البداية أنه المسؤول عن المجلس الأعلى للثقافة الآن هو الوزير المختص فالأمر الحقيقة بيكون أسهل في عملية تبادل الرؤية وداد الحقيقة دور الأمانة العامة أنها تخرج بهذه التوصيات